ان انت هتأذل فرقتك تسارك فرقتك تفضل تشجع لحد اخر ثانية عايز تقلبها زي اوروبا ولا حاجة بعد ما بيخسروا بتسقف لهم ده اللي بنشوف يعني ده اللي احنا يعني اه عارفين اللي دايما بنقول بوص الناس وهي بتخسر اتنين وثلاثة على اربع ووص جمهورها وبيخسروا ستة اكتنسيت بيخسروا ستة والله بيوعي شجعوه وبيروب وبيسقفوا الفرقتهم وبيسقفوا اللاعبتهم وهم خارجوا وقلنا ده 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 اللي يا رب نشوفه في يوم من الايام لكن المدرج معمول او المدردات معمولة اللي تشجيع الفرق لمؤذرة اه النادي بتاعك النادي الكدير والنادي الاكثر جمهورية ده يعني بيجي ببطلات وبيجي باكثر شعبية من اه جمهور بتساند جمهور بتقازل جمهور بتسافر وبتتعب وبتشع عشان اه فرقتها تفوز بمجرد ما المباراة بتخلص او المباراة بتنتهي يا اما انت فرحان بالمكسب يا اما انت يعني عندك حلم من الحزن كده ولا حالة من الدي ولا حاجة ولا تتعدى كده وانتها الامر على كده يعني لكن في سنتين تلاتة او اربع سنين او خمس سنين ممكن يبقى اقل او اكثر بشوية يعني الامر بدأ يبقى فيها اه اختلاط في كل في كل الاشياء. كل واحد عايز يعمل حاجة بيعملها في اي حتة ما فيش فعلا. كله دخل في حاجات التانية بقى يعني. اه. مالبا دخل في السياسة ودخل في حاجات تانية خالص غير كورة. مش بتاعيتنا مش بتاعيتنا فعلا. ومتقص علينا. متقص علينا كلعيبة يعني كرياضة بشكل عام. لان انت في الاخر انت بتتضرر كلا فرقة النادي الاهلي. او كل الكورة في مصر بتتضرر دلوقتي ما بقىش في جماهير دخلة. طبعا. انت بتعطيك عاني. افراكي اقول لها كانت عارفة يعني ايه استاذ القاهر. طبعا. افراكي اقول لها. عارفة يعني استاذ القاهر الآن كانت على مستوى المنتخبات او مستوى القبضية اهل زبالك تحديدا. ام. تمام يعني عارفة يعني ايه استاذ القاهر لما هتروح تلعف في استاذ القاهرة يعني ده معناع ايه. ام. دلوقتي انت بقى عندك يعني حاجة حلوة مش وحش ان انت بقى عندك استاذات كتير. لكن انت ممكن تلعف في استاذات كتير. انت بقى بتلعبش عشان نوع من التنويع. انت بتلعبها من الاكبار. يعني عايز عندك كزا اه حتة فعايز تقضي بها المباراة وخلاص يعني. ام. اتمنى يا الكلام ده انت حاجة عندك علم بيه وهتسمحولهم يخشوا فعلا لو الكلام ده صح? لا انا ما عنديش علم بكزة لكن في نفس وقت انا يعني انا يعني دايما ما بحبش حتة التنويع حتى او تحديد الاسناه. انا جمهور النادي الاهلي. هم دلوقتي بقى مسلوم الترس ما بقىش الجمهور يعني زي زمان. يعني انا بقول لك جمهور النادي الاهلي حتى يعني احنا كنا حارسين جدا جدا. حتى في مبارات السوبر لما اخدنا ان العيبة تروح لكل الاستاد. كل الناس اللي موجودة في الاستاد. سواء كانت على في الدرجة الاولى او في التانية اللي هي كانت الثالثة زمان او في جمهور الدرجة الثالثة او جمهور الاولى شمال. هو في الاخر جمهور النادي الاهلي. يعني مش عايز حابة بسمي. مش عايز تقول بس ان الاهلي بقى الترس يعني تختاز الجمهور كله في الترس. لا طبعا جمهور النادي الاهلي ستين مليون او خسين مليون او اكتر او اقل. لكن في نهاية هو جمهور النادي الاهلي. الراجل اللي عنده سبعين سنة او تمانين سنة من بقاله ستين سنة بيشجع النادي الاهلي ولف معي وراح معي. هو ده جمهور النادي الاهلي. وهي دي اللي احنا اللي نتمناها صراحة مدنة. ولكن يا كابتن سيد هو الجمهور هو المؤثر وهو اللي بيعمل يعني ده يعني يعني لو في اي حاجة حصل بيبقى دايما ان كان في مشاكل او في حاجات كويسة في فترة اخيان خلال دخلات هو دايما بيبقى اسمهم الالتر ثم دول مؤثرين دلوقتي. يبقى اخو دك بتنحزن الجانب الكويس. الجانب اللي مش كويس. الجانب اللي مش كويس. لو فيه تعادية على القانون او فيه او او تجاوز اي حاجة معينة بتتتعمل معك اتعمل مواطن عالي جدا. خلاص خلصة تنتهى الامر على كده. يعني انا وانت احنا ناس اه يعني اصحابه اخواته كل حاجة لكن فيه بتعدي منك او فيه تجاوز منك. خلاص تتتعمل بقى يعني كل واحدة. لو انت رايح في دولة القانون وتمشي صحة وتتعامل صحة وطريق صحيح. يبقى هي دولة القانون. تطبق دولة القانون معمولة بشكل كويس معمولة بشكل اه سليم مية في المية. اي تعدي او اي تجاوز ولا حاجة لا. اللي هي غلط نحمل غلط. شراح. طيب كنت نسايد ملف التجديد. يعني فيه لعبة مهمة دايما في الاهل ملف التجديد. والسنة دي. يعني ما شاء الله فيه لعبة مهمة جدا. فتحي وعبدالله السعيد ومتعب. اه اسامي كتير جدا. هتكلم على عبدالله السعيد تحديدا. يعني كلام كتير طلع ان عبدالله برضو حاجة سحح لنا لو كان خطي. كلام ده انو مش عايز يمضي من الارقام دي. وعايز ارقام كتير اكتر من ده. اه يقال هيروح الزمالك. الزمالك بيرحب به. يعني انت رأيك ايه? كمدير الكورة في هذا الموضوع بتاع عبدالله السعيد بالذات. وليه ما حسمش هو بكلام يعني قاطع في مؤتمر صحفي او صحة او اللقاء صحفي يقول لا انا هاعد مسلا. ليه الموضوع دي تعسى عبدالله بالذات فيه ضبابية شوية. خلينا اقول لك يعني اه عبدالله شأنه شأن الاربع على فكرة. يعني شأنه نفس الحالة بتاعت عبدالله تنطبق على الباقيين كلهم. تمام? عبدالله من من الشخصات اللي انا على المستوى الشخصي وحتى احنا كجهاز بالاعتز بيها او او اا على المستوى اللي انضبطه والالتزاء. الراجل لما جينا اتكلمنا معاهم عندش مسكية ان هو حتى يمسك القلم ويمضي في نفس اللحظة. ولما طلب ارقام او اتكلمنا معاه في ارقام ما اتكلمش الارقام اللي بتتقل دي خالص خبص. يمكن ان اتكلمتك 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 مرة ومتكلمتك خمسة مليون واربعة مليون وثبتة مليون الرقم ده ما واربش اساسا اللي اعلى لسانا عبدالله ولا احنا اا اتكلمنا فيه خالص يعني. لكن لكن احنا جينا في مرحلة من المرحلة اللي فات ادات وضغطنا مباريات بشكل كبير وبعد كده النتائج ما كانتش على المستوى المطلوب فما كملناش التفاوض. يعني ختحنا الموضوع مرة في اثنين وبعدين وقتنا عند نقطة معينة. في اا مستحقات كمان قديمة. يعني من حق اي حد ان هو بيجدد او من حق اي حد ان هو بتنتهى اقوده ان هو يسأل فيها او يتكلم فيها بحقه طبعا. وكمان زي ما اقول حقه انه ممكن يكون عنده وروب تانية يعني ممكن يكون عنده عرض خارجي ممكن عرض داخلي. يعني وان كنت شكر احترام الكامل لنادي الزمالك واحترام الكامل لاي نادي في مصر يعني. لكن اعتقد ان اي حد في النادي الاهلي اي حد في النادي الاهلي هيبختاره الاول للنادي الاهلي. اي حد. وانا ما بزعش على فكرة ان النادي الزمالك يتفاوض مع لعب عندي اه بيجد انتهى اقوده. لو انا ما نجحتش وما وفقتش ان اه امضي معاه وهو اه يعني ينجح ان هو يقنيعه او اي نادي تاني على فكرة. اه. دي حاجة عادية مفاش مشكلة اطلاقا يعني. يعني المواضيع مع عبدالله السعيد عادية طبعية مفاش اي اه حاجة جديدة او حاجة صعبة يعني. لا لا خالص. خالص. ولو ما وصلناش لنقطة اتفاق يعني في اكل المسلم ولا حاجة. ايضا لعيب عندنا محترم ومخصوص مشكلة اطلاقا وادى فترته كويسة. ولا نطلع نتكلم عني بشكل مش كويسة. هو او غيره على فكرة. نحنا مش كده. دي مش مش حياة نيبقى عمرها مكان كده كده كده. راجل ده ده عندنا في اه اه اكثر واحداشا اه وطلتاشر ومستمر معانا وهي واحد من الناس ما شاء رحمني. اللي هتبقى لها بصل معنا في سنة دي كمان. خد شارك بخمس بطولات على فكرة سوان كانت محلية او اه يعني اه مظبوط كده. خدناها كلها. يعني خدنا بطورة افريقيا الفين واثناشا واثنون واثنون واثناشا. خدنا السوبر الافريقيا الفين واثنون واثنون واثناشا وخدنا السوبر المحل. يعني نزمة نجاح ومشاركته. اه انت ممكن ان نبقى مستمين كلنا. يعني مستوى جامد جدا يلقى بامكانياته وقدراته. ده ما عندناش مشكلة يطلق انه هيجي ان شاء الرحمن. ان شاء الله. لكن احنا بنعتز دي على مستوى الانضباطي والاتزام والفن. ان شاء الله. بسيك شكرا جزيلا قبل س dominated على التضيح. ويعني وضحت لنا ملفات كتير في النادي الاهلي. بسيك شكرا جزيلا ابن حفيز مدير الكرب النادي الاهلي. وكلام كان عن النادي الاهلي الفترة قادمة والمطش الغ� buscando الاسف الشديد جواهور النادي الاهلي او الالتراه النادي الاهلي حط النادي الاهلي في مشكلة كبيرة جدا وكل ما coverage بيتحط هذه المشكلة فيها وهو الملعب وعدم وجود ملعب وبعدين يتزنقوا. آآ لنهذا الكتاب.